اشتركوا في القناة لا تقلع عن ستة شهور تعجيل هذه الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل لكي نعدي فرصة أنا ضد التأجيل تباين الأراء النيابية بشأن تأجيل الاستجوابات وأغلبية المواقف تصب في خانة منح الفرص وإفساح المجال للعمل جهود خمس مراكز أطفاء هرحت إلى مكان الحادث تم السيطرة بسرعة على الحريق لا يمتد إلى باقي السيارات جهود الإطفاء تفلح بمكافحة حريق مرآب للسيارات ومساعد داخلية تفضي إلى ضبط عشرات المطلوبين والمخالفين العاملون في القطاع الخاص مدعوون لمراجعة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لتحديث بياناتهم وحفظ مستحقاتهم موسيقى 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 مقترح بدل تنقل للأطباء يلوح في أفق الساحة الطبية وسط تناقض آراء الجسم الطبي حيال الأولويات والضرورات موسيقى نشرة الأخبار من الرأي أهلا بكم على وقع تأجيل مجلس الأمة للاستجوابات البرلمانية لأشهر عدة أو لدور العقاد المقبل لم تفاجأ تلك الخطوة النيابية الرأي العام الكويتي سيما من يتهم مجلس الأمة الحالي بأنه حكومي الهوى والمنشأ غير أن خطوة تأجيل الاستجوابات لقد ترحيبا في صفوف النواب أنفسهم مقابل اعتراضات طفيفة من قبل عدد محدود منهم ربى بداح والمواقف النيابية في التقرير التالي لم تمضي أيام على بداية دور الانعقاد حتى تسارع النواب إلى تقديم سيل استجوابات لبزراء الداخلية المواصلات النفط والمالية لكن أي من هذه الاستجوابات لم يناقش برغبة حكومية وموافقة برلمانية والسؤال المطروح لماذا اتخذ أعضاء الأمة قرارا قد يرى فيه البعض سلبا لإرادة وعمل النائب والإجابة هي أن هناك اتفاق بين أقلبية أعضاء هذا المجلس قبل جلسة القسم أن يكون هناك مهلة للحكومة لا تقل عن ستة شهور حتى نرى عمل الحكومة إن أحسنت أو أساعت إن أحسنت أعناها وعملنا معاها للمزيد من الحقوق ومن المزيد من النجاح وإن أساعت قومنا هذه الحكومة بالأسئلة ومن ثم جلسات الاستماع وصولا إلى الاستجواب سؤال أن تجيل استجوابات هو سلب حق النواب هذا أمر غير صحيح وغير رائحي وغير قانوني مثل ما طبعا هو الاستجواب حق دستوري لأي نائب أعطاه الدستور لهذا حق ولكن نحن رأينا بأن يتم بتأجيل هذه الاستجوابات إلى دور العقادة المقبل لكي نعطي فرصة للحكومة للإنجاز كما يعني عاهدنا وأقسمنا أمام الشعب الكويتي وعاهدنا الله سبحانه وتعالى بأن نعمل فعلا جميعا كفريق واحد حكومة ونواب من أجل الإنجاز من أجل الوطن ومن أجل المواطنين المستقلون اسم كتلة برلمانية شكلت من نواب اتفقوا فيما بينهم على أولويات للعمل إحداها عدم السماح لمساءلة أي وزير في الحكومة قبل مضي أشهر ستة على عمله إفساحا بالمجال لمراقبة أدائه قبل التقييم تأجيل الاستجوابات كان قرار حكيم وسليم خصوصا أنه كان متبدا من الكتلة هذا كان اتفاق نيابي نيابي قبل بداية الدور للعقاد احنا اتفقنا أن هناك فترة نعطيها للوزراء حتى يعملهم بشكل جديد ونحكم على أدائهم المفاجأة في تقديم الاستجوابات بهذا الكم بهذا الوقت بهذه السرعة يضع علامة استفاهمة كبيرة التأجيل طبعا كان لها أسبابه وأحد أهم أسبابه هو عنصر المفاجأة به وهذا الكم الكبير من الاستجوابات اللي ما شفنا على حقيقة يعني أسباب واضحة وملموسة لذلك تم أنا أعتقد أن هذا كان خرق للاتفاق النيابي النيابي على أطاع الحكومة فرصة حتى يتم الحكم عليها بشكل صحيح لكن أنا أيضا أقول أيضا الاستجوابات يعني الجناح اللي الآن يعيب علينا تأجيل الاستجوابات أنتوا نفسكم شطبتوا استجواب أجلتوا استجواب حولتوا استجوابات إلى المحكمة الدستورية أنا أعتقد كل هذا ما حدث ولا راح يحدث في عهدنا عدد قليل من أعضاء البرلمان صوتوا ضد التأجيل أو امتنعوا عن التصويت وهم وبالرغم من قرارهم المتخذ يرون بأن التزاحمة على تقديم الاستجوابات قد يعرقلوا مسيرة العمل طبعا لا شك أن يعني تأجيل الاستجوابات مسلك غير محمود صراحة ليش؟ لأن اليوم إذا مكنت النائب من استخدام أدوات الدستورية هذا يعطي ارتياح لكل نائب بأنه يستطيع ممارسة أدواتها الدستورية ممارسة مسئولياتها استخدام أدواتها الدستورية وهذه من أهم الأدوات الاستجوابات أنا ضد التأجيل لكن كان يفترض التأجيل على الأقل يكون سبوعين وبعدين الحكومة لها الحق أن تطلب سبوعين آخرين مدة مماثلة لكن أن تؤجل الاستجوابات بهذه الصورة أنا أرى أنها فعلا يعني فيها مسلك غير محمود يذكر أن مجلس الأمة قد صوت على تأجيل استجوابي وزيري المالية والنفط إلى أربعة أشهر من الشهر الحالي فيما تم تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات إلى بداية دور الانعقاد المقبل رباب بداح الراي رجال الإدارة العامة للإطفاء سيطروا على حريق اندلع في مرآب سيارات بأحد المجمعات السكنية في محافظة حولي يضم نحو 120 سيارة وذلك بعد تطويقه للحيلولة دون انتشار ألسنة اللهب وأضحت الإدارة في بيان لها تحقيق الإطفائيين لإنجاز واضح في مكافحة الحريق الذي وقع في مواقف سرداب يمتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع بمجمع سكني مكون من خمس عمارات ورد بلاغ إلى قرفة العمليات بالساعة الثانية وتسعة واربعين دقيقة من فجر يوم الجمعة بنشوب حريق في موقف سرداب إحدى المجمعات السكنية في منطقة حولي شارع المثنة وكان السرداب يحتوي على أكثر من 120 سيارة بجهود خمس مراكز أطفاء هرعت إلى مكان الحادث تم السيطرة بسرعة على الحريق إنه لا يمتد إلى باقي السيارات في السرداب حيث امتد الحريق على خمس سيارة فقط وهذا يعتبر إنجاز بحذاته إنه ما انتشر الحريق إلى 120 سيارة ولا كان في عواقبة وخيمة وتم إخلاء أكثر من 300 من سكان العمارات وانتوا عارفين عملية الإخلاء في ساعات الصباح الأولى تكون جدا صعبة لأن جميع السكان نايمين فخوفا من الدخان تم إخلاء الخمس عمارات بما يقارب 300 ساكن وزارة الداخلية موثلة بأجهزتها المعنية شنت حملة مداهمة أمنية مفاجئة ومكثفة في منطقتين الزور والفححيل الصناعية حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عشرات المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين لقانون الإقامة والعمالة السائبة وتمت إحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص وأوضحت الوزارة أن حملات المداهمة المفاجئة لضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحا واسعا مؤكدة استمراريتها لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وملاحقة المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة والعمل وكافة المخالفات الأخرى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دعا المواطنين العاملين في القطاع الخاص من الراغبين بصرف مستحقاتهم عن السنة المالية الحالية إلى مراجعته وتقديم المستندات المطلوبة قبل الأول من شهر إبريل المقبل لحفظ حقوقهم عن هذه السنة وأوضحت مديرة إدارة الشؤون صرف المزايا المالية هيام لدويلة ضرورة مراجعة البرنامج لصرف الكوادر الأخيرة بالنسبة لحملة شهادات الدبلوم والجامعة والماجستير والدكتوراه ممن راجعوا البرنامج لتحديث بياناتهم ولم يتمكنوا من معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي أطلقت وزارة المواصلات خدمة تحصيل الرسوم والمستحقات بواسطة قنوات الدفع عبر الخدمة التي توفرها شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كينيت في الجهات التابعة للوزارة كافة اعتبارا من الأول من إبريل المقبل وقالت وكيل وزارة المواصلات بالإنابة بثينة الإسباعي إن الوزارة اعتمدت طرقا عدة لتحصيل مستحقاتها لدى الأفراد والشركات وهي الدفع عن طريق الكينيت أو الشيك المصدق أو الهاتف باستخدام الحساب البنكي للمشترك أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإلغاء نظام الدفع النقدي كما أوضحت أن ذلك يأتي تسهيلا على المشتركين وتسريعا في إداع الإرادات مباشرة في حساب الوزارة وإلى الساحة الطبية حيث تباينت أراء الجسم الطبي حيال مقترح يدرس من قبل بعض مجالس الأقسام الطبية في المستشفيات بهدف تخصيص بدل تنقل للأطباء الذين يتنقلون من مشفى إلى آخر عبر سياراتهم الخاصة تفاصيل الاقتراح وردود الفعل في تقرير السمر الشديق إلى معاطفهم البيضاء ارتدى الجسم الطبية ثوب المطالب من بوابة بدل التنقل وهو مقترح من المقرر يقدم إلى وزارة الصحة في القريب العاجل من قبل بعض مجالس الأقسام الطبية في المستشفيات بهدف تخصيص بدل تنقل للأطباء الذين يتنقلون من مشفى إلى آخر عبر سياراتهم الخاصة ضروري جدا ضروري أنا كنت واحد من الأطباء اللي أتنقل بين المستشفيات بسبقة المكان اللي كنت أداوم فيه كجراحة الشرايين جراحة الصدر جراحة القلب موجودين فيه مستشفى الصدري ويحتاجون تنقلون بين المستشفيات الكويت إذا استدعت الحالات الجراحية والطبيب يتنقل بسيارته ويستخدم تليفونه ويتعرض لخطر الطريق وتعرض لخطر الحوادث والسرعة والمخالفات هذه كلها بسبب داعي شغله فمفروض أنه يعوض أو يتحدد له مبلغ مقابل الخدمة اللي يقدمها على الأقل ويرفض الجسم الطبي الربطة بين مطلبي بدل التنقل وسعر صفيحة البنزين مؤكدا في المقابل تلبية نداء الحاجة مهما كانت الأثمان إذا بتخيسينها على سعر البنزين المعاشات في أوروبا لازم تكون 8-9 ألاف ومعاشاتنا في الكويت تكون 100 دينار بس هي لا تقاس كذلك على سعر البنزين بالنسبة لكثرة اللي يتنقلون من مستشفى لأخرى فعلا أنهم عليهم ضغط كبير لأنه لازم يروحون من مكان لأخر لازم يسوقون بظروف الكويت لازم يدشون بازدحام الكويت حساس واحد يتحرك من مستشفى لأخرى أنت متخيلة واحد عنده حالة مثلا مستشفى الولادة واحد بالصباح لازم في حالة مستدعية وتواجد جراح معين لازم يقدر من مستشفى لأخرى بازدحام الكويت أبيش تطلعين بالشويخ وتمرين من مستشفى لأخرى بوقت أقل من ربع ساعة لا يمكن هذا واحد لازم يدوس مخالفات فوقهم وعلى المقلب الآخر يؤكد أطباء خارون الحاجة أولا إلى إصلاح النظام الصحي في البلاد وتطوير الخدمات المقدمة قبل الحديث عن أي بدل كان بس فيه أشياء أهم من هالشغلات أشياء أهم من السيارات أشياء يعني أحنا ما نطالب سيارات ما نطالب ما نطالب ما نطالب نعدلون الخدمات الموجودة داخل المستشفى نحن نحن ندخل حالات تقعد بالحوادث يومين ثلاث أيام وما نصعدها فوق الجناح ليش؟ لأنه ما فيه أسرة متوفرة وغير هالشي الغرف اللي فوق عددها قليل عندنا حالات فيها عدوى يعني تأثر علينا نحن كطاقم عمل على اللي يزورون المرضى على المرضى نفسهم إذا بيعدلون شيء عدلون هالشغلات سيارة ما سيارة ما نشوفها شيء ضروري بصراحة الحمد لله كل واحد عايش وبين حقوق الأطباء الضائعة وحقوق المرضى من جهة أخرى واقع صحي من قبل المعنيين لما فيه مصلحة الجانبين سمر شديق نمور أراي نشتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد الفصل صادرات النفط الخام الكويتي للصين تصل إلى 190 ألف برميل يوميا من جديد أهلا بكم وفق بيانات الحكومة الصينية فقد بلغت صادرات النفط الخام الكويتي للصين في أول شهرين من العام الحالي 186 ألف برميل يوميا وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن صادرات النفط الخام لثاني أكبر مستهلك في الطاقة في العالم انخفضت بنسبة 57% في شهر فبراير الماضي لتصل إلى 108 ألاف برميل يوميا كما تراجع جمالي واردات الصين من النفط الخام خلال فبراير الماضي بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي قال الرئيس القبرصيني كوس أنستاسيا ديس أن بلاده لا تنوي الخروج من منطقة اليورو حيث طمأن القبارصة بأنه قد تم احتواء الموقف في أعقاب اتفاق إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي بشروط قاسية وجاءت كلمة الرئيس بعد أن عادت البنوك القبرصية فتح أبوابها أمس عقب إغلاق استمر نحو أسبوعين لمنع التفاء التهافت على سحب الودائع بعد أن أصبحت الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على شفاء الإفلاس نشرت هنا متواصلة فيها بعد الفاصل الجهراء يخطفوا تعادلا بطعم الفوز في الوقت بدل الضائع من أمام فريق القادسية من جديد أهلا بكم خطف فريق الجهراء نقطة ثمينة من أمام فريق القادسية بإدراكها التعادل في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما فبعد أن انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بادر القادسية بالتسجيل بالهدف الأول عن طريق قائد الفريق صالح الشيخ ولم تنضي سوى دقيقتين حتى أدرك الجهراء التعادل عن طريق المحترف البرازيلي ليفاندرو وعاد القادسية بالتقدم مرة أخرى بالهدف الثاني عن طريق البديل سيف الحشان وقبل أن يطلق حكم اللقاء علي محمود صافرة النهاية عاد البرازيلي ليفاندرو لهواية التسجيل ليدرك التعادل لفريقه الجهراء في الوقت بدل الضائع بضربة رئسية وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 34 نقطة محتلا المركز الثاني بينما رفع الجهراء رصيده إلى 18 نقطة ومحتلا المركز الخامس وفي اللقاء الثاني من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم تعادل كل من السالمية والنصر بهدفين لكل منهما وبهذه النتيجة يرفع السماوي رصيده إلى 16 نقطة محتلا المركز قبل الأخير بينما رفع العنابي رصيده إلى 21 نقطة وفي المركز الرابع وفي مباراة التتويج باللقب لهذا الموسم لا يزال فريق الكويت متقدما على فريق كاظمة بهدف وحيد في اللقاء المقام حاليا على استاذ محمد الحمد بنادي القادسية أحرز هدف الكويت المحترف التونسي عصام جمعة في نهاية الشوط الأول ولا تزال المباراة قائمة حتى الآن وإذا ما استمرت النتيجة على حالها فإن فريق الكويت سيتوج رسميا بلقب البطولة للمرة الحادية عشر في تاريخه وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع توتر وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشتراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرايتيوب شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة